بربعة لتر من الحليب طلعنا منهم انتاج رهيب جبنا قريش اصلية نظافة وحلاوة وتوفير وكمان زي ما حضراتكم شايفين كمية حلوة جدا جدا وكمان طلعنا اشطى بلدي فلاحي اصلي زي ما حضراتكم شايفين وكمان حاولناها للزبدة اصلية وكمان الزبدة سيحناها وعملنا منها احلى سامنة بلدي وطبعا منسناش طبق المرتى الرهيب جدا للناس اللي بتحبو وكمان عملنا احلى سلطنية زبادي بلدي اصلي وكل ده موجود في فيديو النهاردة نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اول حاجة محتاجين 4 لتر من الحليب وانا اشتريته من محل صوفيا لبن والكيلو سعره 22 جنيه بتاريخ كام يا جماعة يوم الحد 23 سبعة الفين تلاتة وعشرين وزناه وطلع اربعة كيلو مزبوط هنحتاج تلات كبيات من الزبادي هنخترت الزبادي جهينة اللي هو الكبير الواحدة بخمسة جنيه هو مية وخمسة جرام يعني بمعنى اصح لو انتوا عندجوا الزبادي البلدي ممكن تجيبوا زبدية ربع كيلو هندخلها بقى جماعة في الفرن لان احنا محتاجين الزبادي يدفى معنا وكمان التواجن بتاعتنا هندف فيها كده في الفرن بعد كده هنجيب حل عندنا ويستحصن حل سلستيل لان الحل السلستيل بتحافظ على اللبن وكمان هيوصل للحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها ولو مش موجودة مفيش مشكلة هنسيب يا جماعة اللبن على النار بس مش هيغلي خالص بمجرد ان هو يدفع يعني على درجة حرارة كده 45 ان احنا نحط اصبعنا كده فيه يكون دافي بعد كده هنبدأ ننزل بالزبادي بتاعنا وهنفضل نقلب بالمضرب اليده ويكويز جدا 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 بعد كده بقى يا جماعة هنبدأ ننزل بالشكل اللي حضراتكم شايفين ودوت لازم يكون خط رفيع اللي هو السرسوب ده علشان يعمل الفوم ويطلع لنا القشطة اللي احنا هنعمل منها الزبدة والسمنة وزي ما حضراتكم شايفين بدأنا نحنا نفضي كده في كل الطواجن اللي عندنا لو ما عندكوش طواجن ممكن تحطوها في حلل صغيرة برضو عادي وزي ما حضراتكم شايفين طبعا دي كده جبتها لكل وحدها كده طبعا الفقاقية دي يا جماعة اللي هي بتعمل القشطة هنسخن الفرن كده على اعلى حاجة وبعد كده نشيل الفيشة خالص واندخل الطواجن وما ننساش ان احنا نغطيها وانسيبها لمدة 24 ساعة بعد ما يعدي ل24 ساعة زي ما حضراتكم شايفين القشطة البلد الجميلة هنبدأ ان احنا نشيلها كده بالمعلقة جربت بالاسباتيون اللي اتها متعبة قلت لا بقى ايه علينا وعا المعلقة وزي ما حضراتكم شايفين كمان الزبادي قدقيه القوام بتاعه جميل جدا وممكن تشيلوا القشطة كلها وممكن تاخدوا الزبادي تكلوه وممكن ان احنا ناخد الزبادي ده عشان نعمل منه احلى جبن قريش هنجيب بقى يا جماعة المصفى بتاعتنا وهنبدأ ننزل بالجبنة بتاعتنا كلها كده بالشكل ده وطبعا نجيب شاش انا جبت متر شاش اطعته نص متر ونص متر والمتر بخمسة وثلاثين جنيه عند اي حد بتاعه اقمشة هنضيف معلقة صغيرة من الملح ونبدأ ان احنا نقلب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بعد كده هنبدأ نقفل كويس جدا الشاشة بتاعنا ونربطه وبعد كده هنحط حاجة تقيلة يا جماعة لازم نحط حاجة تقيلة كويس جدا لمدة قد ايه من ساعتين الى اربع ساعات زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ نفتح على الشاشة بتاعتنا وزي ما انتو شايفين الجبنة بتاعتنا نزلت الشرش اللي احنا طبعا المية بتاعت الجبنة هنخليها عادي جدا طيب انا جبت يا جماعة الحصيرة دي برضو من محل المستلزمات سعرها 20 جنيه طب ما فيش حصيرة انا قسمت الجبنة بتاعت الفيديو علشان في ناس ما عنديهاش حصيرة زي دي فقسمت الجبنة جزء ايكون في الحصيرة وجزء ايكون في الشاشة وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة نبدأ ندخل الجبنة كده في الحصيرة ونبدأ ان احنا نضغط عليها كده يمين شوية وشمال شوية بالشكل اللي انتو شايفينه ده ساكتين لي يا جماعة ما تصلوا على النبي وما تنسوش تقدروا مجهودنا دوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل مهوة جديد كانوة مطبخ شيكو توتا كانوة متخصصة بكل ما يتعلق بالطبخ وزي ما انتو شايفين كده انا قسمت الجبنة بتاعتي جزء في الحصيرة للناس اللي عندهم حصيرة وجزء في الشاش للناس اللي عندهم شاش هناخد بقى الحصيرة بتاعتنا زي ما انتو شايفين كده يا جماعة وطبعا هنتأكد كده ان احنا خلاص وزعنا الجبنة وممكن بقى نرش ملح اللي هو النعم او الملح الحصى اي ملحة عندكم رشة كده بسيطة كده وبعد كده بقى نشيل الحصيرة بتاعتنا وهنعلقة كده في المطبقية علشان اي مية تنزل تنزل على الحوض خلاص زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا انا بصور لكم كل التفاصيل بكل حاجة علشان الناس اللي مش فاهم حاجة بسيطة يكون الفيديو شامل وكامل واتمنى من حضراتكم تقدروا الجزئية دي يا جماعة انتو تدوسوا لايك بس وتصالوا على النبي وتشتركوا في القناة مش محتاج اكتر من كده قدروا مجودنا يا جماعة علشان نعمل لكم فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله باذن الله تعالى وزي ما حضراتكم شايفين كده ونسيب بقى الجبنة دي لمدة 24 ساعة طبعا دي الجبنة اللي كانت متبقية برضو معانا هنبدأ ان احنا نحطها بقى يا جماعة برضو في الشاش كده لمدة ساعة ونحط عليها كده تقل زي ما انتو شايفين بعد كده يا جماعة نبدأ بقى نشيلها من الشاش المبلول بتاعنا بالشكل اللي انتو شايفين وده واعتقد زي ما انتو شايفين الجبنة كده نزلت يعتبر المية بتاعتها هنجيب بقى النص الشاش التاني اللي احنا كنا شلناه هيكون ناشف وهنبدأ ان احنا كده نضغط الجبنة بالشكل دوت ونشكلها زي ما حضراتكم حبين وطبعا يا جماعة اقول لكم دلوقتي كمان هنعمل ايه هنسبها بقى كده على جنب المدة ساعة او ساعتين وهنجيب بقى المضرب اليدوي بتاعنا او المضرب الكهربائي انا هستخدم العجين وهبدأ انزل بالقشطة بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه طب القشطة اللي احنا يا جماعة جمعناها من الحليب من التواجن هنسبها في التلاجة ديه يستحصن 24 ساعة وطبعا هنبدأ نضرب كده ساعة بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي او بالعجين لغاية كده يا جماعة الاشطة ما تتحول للزبدة وكمان الزبدة كده تقدر تفصل من المية بتاعتها هنبدأ بقى يا جماعة نلم الزبدة بتاعتنا طبعا الجو حر جدا جدا فالدنيا سيحت معنا زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة هنبدأ بقى نخلي الزبدة كده زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى نحطها كده في الحلة بتاعتنا ونركز كويس جدا في طريقة التسيحة جماعة على شغلة بسيطة خالص محتاجين النار تبقى هادية خالص زي ما انتو شايفين يا جماعة سمنة بلدي اصلي والريحة تجيب اخر الشارع وكيلو السمنة البلد الوقتي يا جماعة عامل 250 جنيه ل300 جنيه احنا هنا عملنا يعتبر نص كيلو يا جماعة بكام دلوقتي يعني ب120 جنيه وعملنا كيلو من الجبن القريش دلوقتي 875 جنيه يعني احنا دلوقتي عملنا حاجات ب250 جنيه واحنا كل اللي شارينه 4 لتر حليب والاربعة دول يا جماعة سعرهم 88 جنيه و15 جنيه زبادي بس كده يعني احنا وفارنا يا جماعة 150 جنيه هنطلع بقى يا جماعة جبنة بتاعت الشاش كده ولو عايزين نعمل الشكل اللي هو بتاعت الجبنة التاني بالشوكة كده وزي ما انتم شايفين مفيش فرق خالص وكده يا جماعة احنا طلعنا طبق المرتى وكمان طلعنا السمنة البلدي بتاعتنا وكمان طلعنا احلى جبنة قريش كمية باسم الله تبارك الله يا جماعة قدروا مجودنا ودوسوا لايك عايزة لكم وانا بصور النور هيطع دلوقتي ده فعلا حقيق وينفووعة ويووو اύه ونفوو